أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية داخل مبنى الإدارة والتحكم وغرفة التخطيط والمتابعة بمحطة تحيا مصر للأغراض المتعددة استمع الرئيس السيسي لشرح تفصيلي عن تشغيل المحطة من داخل مبنى الإدارة والتحكم من اللواء بحري عبد القادر الدرويش رئيس الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وده كان أحد أهداف إنشاء المحطة أنها تضع ميناء الأسكندرية على خريطة تجارة الترانزيت في شرق المتوسط والحمد لله تحقق التشغيل التجريبي بتاعنا أفدنا في ثلاث اتجاهات أول اتجاه نحن دخلنا المعدات تباعا في الخدمة تغلبنا على كافة المشاغل والمصاعب اللي بتقابل بدايات التشغيل ورفعنا معدلات أدايا الأطقم والليه ده كان هدفنا الرئيسي والحمد لله احنا بنحقق دلوقتي 22 حاوية في الساعة وإن شاء الله يا فندم قبل نهاية السنة الأولى من التشغيل حنتخط حاجزة 30 حاوية في الساعة علشان نبقى على مصاف الشركات العالمية المحطة يا فندم بتوفر 1500 فرصة عمل مباشرة